والآن مشاهدين الكرام إلى جولة اقتصادية أخبر مي والأعمال وليلة عمر إليك ليلة شكرا لكم يوسف وانوها ونتابع معكم الآن أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في نشرة التسعة استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية للعام الجاري الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية تقرير الشبكة العالمية أشار إلى ارتفاع عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 258 مليون في 58 بلدا حول العالم خلال عام 2022 وأضف التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب دفعت لاتفاع عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من بينها الصراع وانعدام الأمن فضلا عن الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية إلى جانب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أشهد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بعمق العلاقات بين مصر والصين جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المنطقة الاقتصادية والوفد المرافق له بعمدة مدينة تيانجين خلال الجولة الترويجية التي يقوم بها الوفد لعدة مقاطعات صينية لاستقطاب استثمارات متنوعة وفي السياق ذاته تقدم عمدة مدينة تيانجين لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ببعض المقترحات لتعزيز التعاون وبناء منطقة جديدة للمقاطعة تضم استثمارات كبرى في مرحلة المقبلة وانتهت مساء أمس الجولة الأولى في العصمة الصينية بكين بعد لقاءات واجتماعات مكثفة على مدار اليومين مع مسؤولي كبرى الشركات الصينية تفقد وزير البترول طارق الملة مشروعات زيادة الطاقة الانتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيط كما تفقد الملة الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة أسيط الوطنية لتصنيع البترول كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر في إطار متابعة مشروعات المنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة أسيط تفقد وزير البترول طارق الملة مشروعات زيادة الطاقة الانتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته للمحافظة المشروعات التي نعمل فيها هو مشروع الخاص بمجمع إنتاج البنزين وإن شاء الله بنعمل تطوير في شركة أسود وتكرير بيترون ففي هذه المناسبة اتفقنا وارتقي أن نعمل ورش للشركة الوطنية بتاعتنا شركة بيتروجيت اللي بتقوم بالأعمال التنفيذ بالمشاركة مع شركة عالمية إيطالية في حيث أن الجزء المكون المحلي يتم تصنيعه الجولة التفقدية لوزير البترول بدأت بافتتاح وتفقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بيتروجيت التي أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع وأوضح الملة أن إقامة هذا المشروع يهدف لزيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة أسيوط البترولية حيث يتميز المشروع بقدرات تصنيع متخصصة للأوعية والخزانات والأبراجة كمكونات رئيسية في المجمع الجديد الجاري إقامته لإنتاج السولار والبنزينة بالمنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة بما يرفع نسب المكون المحلي تأكيد على أن نستكمل المشروعات بتاعتنا الخاصة بمصاف التكرير وزي ما كنا بنقول نحاول بمجموعة المشروعات التي تتم دلوقتي سواء التوسعات في المشروعات المصافي التكرير القائمة أو مشروعات جديدة بنضيف وحدات انتاجية جديدة حتى يتسنى لنا أن ننطق كل احتياجات السوء المحلي من بنزينة والسولار في مصر إن شاء الله وزير البترول افتتح معسكر إعاشة العاملين بالشركة البتروجيت والمقامة في إطار استراتيجية دعم العنصر البشري الركيزة الأساسية في تنفيذ الخطط والمشروعات وتوفيراً للمتطلبات الأساسية لفرق عمل الشركة بما يتيح تواجدهم في نطاق المشروع وتكسيف العمل إلى ورديات طوال 24 ساعة نحن نحاول نحن نوصل بالمحتوى المحلي بأكثر من 40% كما كنت أقول في حدود 45% ويمكن بنهاية استكمال مجموعات من التصنيع في الورش المحلية قد نصل لأربل 50% من التصنيع المحلي خلال الزيارة قام الملة بتفقد الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة السيوت الوطنية لتصنيع البترول كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر وذلك للوقوف على تقدم الأعمال على أرض الواقع والسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه وارتفع رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 81 من 10% ليغلق عند مستوى 17.090 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 61 من المئة في المئة يغلق عند مستوى 3084 نقطة وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 89 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 4649 نقطة وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكية إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبيك بلوس وصعدت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 1.85 من المئة في المئة لتصل إلى 78 دولار و 26 سنة للبرميل كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.95 من المئة في المئة إلى 74 دولار و 33 سنة للبرميل وارتفعت أسعار المزوط عالمياً بنسبة 1.84 من المئة في المئة لتصل إلى 2.39 سنة للتر وزادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.8 من 10 من المئة لتسجل 2.38 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع بنسبة 8.7 من 10 بالمئة في إبريل من 10 و 1 من 10 بالمئة في مارس وتوقع بنك انجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة تضخم لشهر إبريل 8.4 من 10 بالمئة وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 6.8 من 10 بالمئة رفع البنك المركزي نيوزولندي سعر الفائد الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للشهر الثاني عشر على التواري في مسعى لكبح جماح التضخم وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي زيادة سعر الفائد الرئيسي إلى 5.5 من 10 بالمئة حيث إن معدل التضخم في البلاد لا يزال مرتفعا على الرغم من تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 6.7 من 10 بالمئة في المئة بينما المعدل المستهدف يبلغ حوالي 2% ورجحت اللجنة طباط النمو الاقتصادي في نيوزيلندا خلال عام 2023 بالنظر إلى طباط الاقتصاد العالمي فضلا عن الآثار المستمرة لتشديد السياسة النقدية حاليا ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لنها ويوسف لمتابعة النشرة إليكم من جديد شكرا جزيلا لك ليلى اشتركوا في القناة